السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رجا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصفة الدراسي الأولى المتوسط لمادة المهارات الأسرية والحياتية عنوان درسنا لهذا اليوم نظافة الجسم نظافة الجسم في الفصلة الدراسية الثانية إذن هيا نبدأ درسنا ولكن كعادتنا قبل أن نبدأ ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله الشيء الثاني هل كتبكم معكم؟ هل أقلامكم الرصاص جاهزة؟ هل مساحاتكم معكم؟ أحسنتم إذن أنتم جاهزون عنوان درسنا كما قلنا نظافة الجسم هيا نتعرف مع بعضنا على قوانين التعلم عن بعد هيا نراجعها مع بعضنا قلنا أن من قوانين التعلم عن بعد أولا أجلس في مكان هادئ أجلس في مكان هادئ حتى أستوعب درسي وأفهمه أيضا أجلس بشكل صحيح أجلس جلوسا صحيحا هيا نرى ثالثا من قوانين التعلم عن بعد أحضر أغراضي التي يحتاجها درسي جميع الأغراض التي يحتاجها درسي تكون متواجدة بقربي هيا نرى أيضا من قوانين التعلم عن بعد أنصت لمعلمي ومعلمتي أنصت جيدا لمعلمي ومعلمتي حتى أفهم الدرس كذلك أتابع الدرس حتى نهايته حتى أن ينتهي الدرس أتابعه جيدا وأنصت لمعلمي ومعلمتي حتى النهاية هيا نرى أهداف درسنا نظافة الجسم لدينا هدف عام هدفنا العام هو معرفة المحافظة على نظافة الجسم الأضافر والجسم والمناطق الخاصة كذلك لدينا أهداف خاصة هدفنا الخاص الأول هو أن يتعلم الطالب والطالبة طريقة تقليم الأضافر كذلك أن يهتم الطالب والطالبة بنظافة الجسم في حياته اليومية وأخيرا أن يحافظ الطالب والطالبة على نظافة المناطق الخاصة هيا بنا نرى ترسنا خلق الله في جسم الإنسان أعضاء كثيرة خلق الله لنا سبحانه وتعالى في أجسامنا أعضاء كثيرة ومفيدة هيا نرى ونتعرف ونسمي هذه الأعضاء ماذا خلق الله سبحانه وتعالى؟ خلق الله لنا القدمان إذن خلق الله لنا القدمان نمشي بها نلعب أيضا نركل الكرة نركب ونجري وننتقل من مكان إلى آخر بواسطة القدمين كذلك خلق الله لنا اليدان ماذا نفعل بهما؟ نأكل بهما نكتب بهما نرسم بهما نمسك القدم إذن خلق الله لنا أيضا اليدان ماذا خلق الله لنا أيضا؟ خلق الله لنا الوجه ماذا يحتوي الوجه؟ يحتوي على العينين ما فائدتهما؟ أنظر بهما إلى الأشياء أقرأ بهما كتابي وأقرأ بهما القرآن إذن العينان نستفيد حاسة النظر بواسطة العينان أنظروا إلى الأشياء أيضا خلق الله لنا الأذنان نسمع بها الأصوات الجميلة كذلك الأنف نشم به الروائح الطيبة والفم والفم نأكل به ونتغذى ونستطيع أن نتكلم إذن أيضا خلق الله لنا الشعر الجميل خلق الله لنا أعضاء كثيرة في جسدنا إذن كيف نحافظ هذه على هذه الأعضاء؟ هيا نرى يجب علي أن أنظفها كيف أنظف جسمي؟ هذا هو سؤالنا لهذا اليوم كيف أنظف جسمي؟ أنظف جسمي بغسله أغسل جسمي لكي يصبح نظيفا ولكن كيف أغسل جسمي؟ أولا أبلل جسمي بقليل من الماء أبلل جسمي بقليل من الماء وبعد ذلك بعد أن بللت جسمي بقليل من الماء هذه هي خطوات الاستحمام أولا أبلل جسمي بقليل من الماء ثم أستخدم الصابون صابون الشعر ما فائدة هذا الصابون؟ لكي أنظف شعري إذن أضع قليلا من صابون الشعر لكي أنظف شعري وبعد أن أنظف شعري أفرقه جيدا لا أنسى أفرق شعري ورأسي جيدا إذا كان شعري طويلا أفرقه حتى النهاية إذن أفرق شعري بيدي بعد أن أضع قليلا من الصابون وأنظفه جيدا بعد أن فرقته ونظفته بالصابون ماذا أفعل؟ أشطفه بقليل من الماء أستخدم الماء وأشطف الصابون من شعري وبعد أن انتهيت من شعري ماذا أفعل؟ هل انتهيت من الاستحمام؟ لم أنتهي بقي جسمي بقيت أعضاء جسمي هيا نتعلم كيف ننظفها أيضا أضع قليلا من الصابون صابون الاستحمام وصابون الجسم وأقوم بفرق الجسم أضع قليلا من الصابون على الليفة وأقوم بفرق الجسم كاملا أفرق قدماي وأفرق يداي ولا أنسى وجهي ورقبتي وسائر جسمي أنظفها جيدا باستخدام الصابون والليفة بعد أن انتهيت من فرق جسمي ماذا أفعل الآن؟ الخطوة التالية للاستحمام أنظف وأشطف جسمي من الصابون إذن كيف أشطفه؟ أيضا بالماء أشطف جسمي باستخدام الماء من الصابون حتى يزول جميع الصابون الذي عليه بعد أن انتهيت من ذلك ماذا أفعل؟ أقوم بتنشيط جسمي كيف أنشفه؟ باستخدامي ماذا؟ أحسنتم باستخدام المنشفة أنشف جسمي من الماء الزائد حتى لا يكون مبللا وأجففه جيدا إذن أجففه وأنشفه باستخدام المنشفة إذن بعد أن انتهيت من تجفيف جسمي الآن انتهيت من الاستحمام ماذا أفعل بعد ذلك؟ أقوم بارتداء ملابس نظيفة هل أرتدي ملابس عليها وصاخة أو متسخة؟ لا أرتدي ملابس جميلة ومرتبة ونظيفة أرتدي الملابس المناسبة بعد أن أرتدي الملابس النظيفة والملائمة والمرتبة ماذا أفعل؟ أمشط شهري إذن أمشط شهري حتى يصبح مرتبا وجميلا هكذا انتهينا من خطوات الاستحمام إذن لدي الآن نشاط صغير هيا نرى نشاطنا الصغير لدي سؤال على تلفازي الصغير هيا نقرأه مع بعضنا نعمة عظيمة من نعم الله نستخدمه أثناء الاستحمام ويجب علينا أن نحافظ عليه ولا نسرف فيه فما هو؟ ما هي النعمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى؟ نستخدمها للشرب ونستخدمها للاستحمام ولغسيل الفواكه والخضار ولغسيل الأطباق ما هي؟ أحسنتم هي الماء هل يجوز أن أسرف بالماء أثناء الاستحمام؟ لا يجب أن أخذ من الماء أثناء الاستحمام على قثر حاجتي ولا أسرف ولا أهدر بالماء لأنه نعمة عظيمة نشكر الله على نعمه العظيمة ولا نسرف بها بعد انتهاء من الاستحمام أغلق الصنبور جيدا إذن هذه هي النعمة العظيمة هذه هي الإجابة على هذا السؤال الماء هيا نصقها على تلفازنا الصغير الماء هيا نكمل نشاطنا رتب خطوات الاستحمام هيا نرتب مع بعضنا خطوات الاستحمام أولا أول خطوة هي وضع قليلا من الماء أستخدم الماء بحذر وبعناية فهو نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أضع على شعري أبلله بالماء بعد ذلك أضع الصابون على شعري صابون الاستحمام ثم بعد ذلك أقوم بفرق شعري جيدا أفرقه بيدي أفرقه لكي يصبح نظيفا إذا كان شعري طويل أفرقه جيدا إلى نهايته أفرق شعري حتى نهايته بعد أن فرقت شعري أقوم بشطفه بماذا؟ بالماء أخذ من الماء على قدر حاجتي أشطفه بالماء بعد أن شطفت شعري بالماء أضع قليلا من الصابون صابون الجسم وأقوم بفرق ماذا؟ فرق الجسم بعد أن انتهيت من الشعر أقوم الآن بفرق الجسم كامل أعضاء الجسم الوجه الرقبة اليدين البطن الظهر القدمين إذا سائر أعضاء الجسم أفرقها وأنظفها جيدا بعد أن فرقتها بالصابون أقوم بماذا؟ بشطفها بشطف أعضاء الجسم من الصابون هل انتهيت؟ لا لم أنتهي بقي لي ماذا؟ أُنشف جسمي أُنشف جسمي من الماء باستخدام ماذا؟ أحسنتم باستخدام المنشفة أُنشف جسمي وشعري من الماء بعد أن نشفت جسمي أرتدي الملابس المتسخة؟ لا أرتدي الملابس النظيفة الملابس المرتبة ثم أُمشط شعري أُمشط شعري لكي يصبح مرتبا وجميلا الآن ضع العلامة المناسبة أستخدم سائل غسيل الجسم لغسل جسمي هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ إنها صحيحة أُبقي جسمي نظيفا دائما ما رأيكم هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ دائما أُنظف جسمي وأُبقيه نظيفا إذن هذه العبارة صحيحة في الأخير لدي توصيات لولي الأمر دائما توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة أثناء الدرس كذلك الحرص على جلوس الطالب والطالبة بالطريقة الصحيحة أثناء الدرس كذلك مساعدة الطالب والطالبة على حل التمارين والأنشطة المقدمة من المعلم والمعلمة كذلك تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشام ذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته